السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أخواتي وحبيباتي في الله كيف حالكم يا أخوات؟ إن شاء لكم طيبين وخير وفأحسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين برأس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نقل الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفقه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أخصنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هديه له أما كل عام متطيبين يا أخواتي كل عام والأمة الإسلامية بخير ناردة آخر جمعة آخر جمعة إن شاء الله في شهر رمضان مبارك وإن شاء الله إنها ليلة وطرية ليلة 27 إن شاء الله نتحر فيها ليلة القطر بإذن الله ياه كل عام متطيبين وهكذا جري رمضان ومشي رمضان وهنقف الباب على الضيف الكريم أخذ ناس طيبة معاه في ناس معاه مشيت ناس طيبة ماتت في الأيام العشر في العشر أواخر ربنا سبحانه وتعالى توفاهم الله في الليلة العشر وكانت ربنا سبحانه وتعالى اختارهم ربنا بيختار عباده الطيبين نصالحين في العشر أواخد بالذات في رمضان والحمد لله رب العالمي هنتكلم إيه أفضل الأعمال إن إحنا ممكن إن شاء الله نعملها النهاردة في الجمعة الأخيرة في رمضان والله الناس العدية يقول عليها بالجمعة اليتيمة وهذا لا يليق بهذا يعني اسم لا يليق بهذا الشهر الكريم الكريم ولا يليق بالجمعة بآخر جمعة في شهر رمضان تسمى الجمعة الأخيرة في شهر رمضان بالجمعة اليتيمة وهذا الاسم لم يرد لنا في حديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يوجد أي فرق بين جمعة أولى وجمعة أخيرة في شهر رمضان المبارك لأنها أيام مباركة وصميت بهذا الاسم إمت صميت هذا الاسم يا أخواتي الجمعة اليتيمة في أواخر العصر العباسي الثاني وتداول الاسم بعد ذلك في الدولة الفاطمية متعرفين الدولة الفاطمية أما عن سبب التسمية هو الحسن الشديد في نفوس العبدين والصالحين والصائمين والمصليين وشعرهم بالوحشة والضيق لرحيل شهر الخير والرحمة حيث يودعونا يودعونا نودع كلنا شهر الرمضان بالدموع والخوف الشديد في أن يعود في أن يعود ونحن قد رحلنا من الدنيا وبيننا وبينه الطراب الكثير من الدعاء الكثير من الدعاء يقوم به أعباد الله المخلصين ممكن يجي رمضان يكون إحنا رمضان اللي جاي يكون إحنا بيننا وبينه الطراب وهذا أمر الله سبحانه وتعالى من الصنة الله في كونه وبينه الكثير من الدعاء الدعاء يقوم به عباد الله المخلصين في هذه الليلة رجينا الجنة والعتق المهوم وأن يبلغنا رمضان القادم بإسم الله وتقبل منا صالح الأعمال يفتح الله تبارك وتعالى لنا 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 أبواب رحمته ويريد أن نتوب على المعاصي ونعود إليه بصالح الأعمال ويقبل الله تهوبتنا بإسم الله فكم من التأذين الذين أدركوا نعم الله عليهم نعم الله عليهم وأقبلوا بقلب سليم في ليالي رمضان بالدعاء وتسكية النفس من الزنوب والخطايا فكان جزاؤهم عند الله جنات الفرد جنات الفردوس الأعلى ماذا كان حل السل في الصالح يا أخواتي في شهر رمضان كان الصحابة والتابعين والصالحين ينتظرون شهر رمضان من العام إلى العام الثاني بنية صادقة وطاعة دائما تأثرا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة الأعمال الصلاحة يا أخواتي التي لا نراها في زميننا في زميننا الحالي نمازج نمازج من الصحابة كيف كانوا 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 يعملوا في شهر رمضان كان كان زبيد اليماني إذا حضر شهر رمضان أحضر السمء المصحف وجمع إليه أصحاب كان صوفيان الثوري يطرق كل العبادات ويتفرق لقراءة القرآن الكريم كان محمد ابن اسماعيل البخاري يختم القرآن الكريم كل يوما في نهار رمضان الإمام البخاري كان يختم كل القرآن الكريم في نهار رمضان كل يوم ويصلي الترويح يوميا يوميا ويقوم بعد الترويح ثلاثة ليالي بختمة أخرى ده فعل الإمام البخاري كان يختم القرآن يوميا في نهار رمضان كل يوم ويصلي الترويح ويصلي الترويح ويصلي الترويح يوميا ويقوم بعد الترويح من فضلكم بلاش لو سمحتوا رسائل أثناء الدرس وكان وكان يقوم بعد الترويح كمان بثلاثة ليالي بختم أخرى يعني يصلي الترويح ويختم القرآن بعد صلاة الترويح في ثلاثة ليالي ده كان فعل الإمام البخاري يا أخواتي كان ابن عمر رضي الله عنه تعالى كان ابن عمر رضي الله عنهما ابن سيدنا ابن سيدنا عمر ابن خطاب رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين يأتي إلى المسجد فيصلي ثم يذهب إلى بيتي ومعه مجموعة من المساكين فإذا منعهم أهل عنهم لم يتعش تلك الليلة كان بيأخذ المساكين إلى بيتي ليقولوا معه كان وكيع ابن الجراح يقرأ في رمضان في الليلة ختمة ختمة وثلث يعني يختم القرآن وثلثه ويصلي 12 رقعة رقعة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر كان يصلي 12 رقعة من الضحى شاهد يا أخوات إننا نتكلم في أربع رقعات كان هذا التابعي وكيع ابن الجراح يصلي 12 رقعة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر من الظهر إلى العصر كان سعيد ابن جبير طبعا الصحابي التابعي الجليل سعيد ابن جبير يقوم بختم المصحف كل ليلتين كل ليلتين كان حمادة ابن أبي سليمان يفطر يفطر في شهر رمضان 500 500 إنسان 500 صائم طيلة شهر رمضان وهو مسؤول عنهم وعن تفطرهم كان بيفطر 500 صائم ومسؤول عنهم وإنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم قال قال أبو عوانة عن قداته إنه اعتاد أن يدرس القرآن في شهر رمضان المبارك وكان قداته شديد الارتباط بالقرآن فإنه يختم القرآن في سبع ليالي سبع ليالي وفي رمضان يختمه يعني غير رمضان كان يختم القرآن في سبع ليالي كل أسبوع وفي شهر رمضان المبارك يختمه كل ثلاثة أيام أما عن العصر الأواخر فإنه يختم القرآن كل ليلة الأدعية المستحبة في آخر جمعة في رمضان اللهم لا تطوي صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي وقبلت توبتي وصطرت عيوبي واستجبت لدعائي أسعد الله جمعتنا وتقبل سجدتنا وعملنا وغفر خطياتنا وأتم يوم القيامة وفرحاتنا اللهم لا تجعله آخر العهد من صيومنا فإن جعلته فاجعلنا فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين اللهم 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 من نبيك الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعل في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة وآمن خوفتنا يوم تقوم الساعة رحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهدي وصحبه وسلم اللهم إنك تجد من تعذبه غيري لكني لا أجد من يرحمني سويا فاخف الليل ما بيني وبينك وما بين خلقك يا أرحم الرحمين ولا تصل علينا من لا يخافق ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا فيه اللهم اجعل عملنا فيه سيامنا مرفوعا ودعانا مسموعا واخفل لنا واجعل كلبنا لك ساجدة فيه قشوع يا رب العالمين اللهم يا ما لا تنفعك لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك مع صياطنا تقبل 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 ما لا ينفعك واخفل لنا ما لا يضرك يا من ذا وعدت يا من ذا وعدت ووفيت وإذا توعدت تجاوست وعافيت اخفل لنا اخفل لنا يا رب ظلم أنفسنا أعوذ بك اللهم من بطر الغنى وجهد الفقر إلهنا إنك خالقنا ولم نكن شيئا ورزقتنا ولم نملك شيئا وارتكبنا المعاصي فإننا مقررين بزنوبنا فإن عفوت عنا فلا ينقص من ملكك شيئا فإن عزبتنا لم يزد شيئا لم يزد شيئا في سلطانك دام الأدايا نحن ممكن ندعوها في اليوم الفضيل اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في المن الأعلى إلى يوم الدين اللهم في يوم الجمعة أسألك سعة في الرزق وبركة في العمر وعملا متقبلة اللهم بارك لي في رزقي وقيني شرور خلقه وابد عني من يتكثر على نعمك العظيمة اللهم في هذه الساعة المبارقة رزقني من حيث لا أحتسب وبارك لي في مالي وأولادي وأهلي يارب ارد عني واكتب لي رزقا واسعا فإني فقير إليك راجي عفقك ورحمتك كل هذه الأداية ندوها بيقال ما هي الصلاة التي تصلى في آخر جمعة من رمضان يروّج حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاته صلاة في عمري ولم يحص عددها فليكن في آخر جمعة من شهر رمضان ويصلي أربع رقعات ويتشهد ويتشهد وإحصر ويقرأ في كل رقع الفاتحة وصورة القدر خمستاشر مرة وصورة الكوصر خمستاشر مرة ويقول في النية نويت وصلي أربع رقعات كفر لما فاتتني من الصلاة هذا الحديث يا أخواتي لا يصح ولم يرد أبدا تماما تماما أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحديث الذي ذكرناه لا نعلم له أصلا تماما في كتب السنة المعتبرة بل وإن علامات الوضع عليه واضحة ومثله يعني هذا الحديث يا أخواتي لا دارج في النت لا يوجد لا يوجد أساسا أصلا في السنة لا يوجد ولم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين لم يرد تماما أبدا هذا الحديث بطل مش موجود أصلا في السنة النبوية ولم يرد عن الصحابة ده قول العلماء فإن الحديث الذي ذكرناه لا نعلم له أصلا في كتب السنة المعتبرة بل إن علامات الوضع عليه واضحة ومثله في ذلك من يعرف عند البعض من إن آخر جمعة في رمضان تسمى جمعة القضاء وإنهم إذا صلوا فيها خمس صلوات غير الفرائد إزاي هنصلي خمس فرائد وإحنا عندنا خمس فرائد هنصني مع الخمس فرائد خمس فرائد فإنها تقضي ما فات مننا الصلوات طولا اليوم العام وهذا كله باطل لأصل له في الشرع وهو من البدعة التي يجب على المسلم الحذر منها وإجتنابها وتحذير الناس منها وهذا الكلام من موقع الإسلام ويب وقابل العلماء كلهم وخص الإمام ابن العسامين رحمه الله هذا الحديث أخواتي لا أصل له من الصحة تماما تماما لا يندرق يعني ناس بتكلم عنه بس الكلام ده غير منفق يعني أصلي خمس فرائد مع خمس فرائد تغضي العمر كله طب إزاي إزاي يعني الحديث مشراكب على بعضه ومش مصبوط يعني محدش ياخد بالحديث ده أخواتي لأنه ليس له موجود موجود أصلا ولا في سنة ولا في سنة نبوية ولا في دنة مش موجود ولم يقر أي أحد منها ولا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه هذا الحديث هل هناك صلاة الناس بتتكلم عنها صلاة هل هناك صلاة صلاة جمعة في رمضان صلاة الجمعة في رمضان كم رقعة الناس بتسأل اسئلة من فتته صلاة في عمره لم يحصها هل هناك أجر في قضاء الصلاة طيب صلاة الجمعة النهاردة الجمعة هتبقى الجمعة غير الجمعة صلاة الجمعة هتتغير وصلاة الجمعة صلاة جهرية تتكون من رقعتين فقط وهي الصلاة الجهرية الوحيدة في وضح النهار دون بقية الصلاوات النهرية وصلاة الجمعة فرض عين على كل المسلمين الذكور الأحرار البرغين المقيمين المستوطنين في أبناتهم إن كانوا غير معذورين صلاة الجمعة هي هي يا أخواتي في شهر رمضان أسئلة غريبة الناس بتتسعى للصلاة يعني أكل النهاردة بجمعة كل العبادات تتغير عشان آخر جمعة في رمضان كل يا أخواتي هو ربي رمضان النهاردة ربي رمضان ربي بقى العام كله ربي بقى العام كله ربنا موجود في كل وقت وحين ونصلي كما نصلي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ونتعبد كما كنا نتعبد طول الشهر الرمضان أسئلة غريبة أسئلة غريبة موجودة لا أمان صلى الله بها من السلطان الصلاة هي هي موجودة والأجر هو هو والعبادات هي هي موجودة والحجاب هو هو موجود يا أختي وقعت إلى الحجاب بعدما تخلصي السيام تقولي خلاص أنا صمت قال الحجاب بتعبع يبا أنت كده عملت اللي عليك لا يخطي بأنت غلطانة الحجاب موجود في رمضان وغير الرمضان الحجاب الشرعي اللي يرضي ربك يرضي ربك يوم القيامة وتقابليه يوم القيامة وانت حسن أنت لبسك الحجاب اللي يرضي ربنا الحجاب يعني بعدما يخلص رمضان اللي يلبسوا الحجاب هيلعوه الناس اللي كانت بتصلي في رمضان هتبطلت صلى بعد رمضان يبقى احنا كده معملناش حاجة أخواتي الله سبحانه وتعالى بيصطفي من العباد والصلاحين ناس طيبة بتموت بتموت في شهر رمضان من أول ليلة من رمضان لأخر ليلة من رمضان احنا لسه مازلنا في شهر رمضان بقى لسه ليلتين أو تريبا أو تلاتة يعني الليلة ليلة وترية وان شاء الله فاكرين لما تكلمنا وقلنا ان سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في عام من الأعوام نزل القرآن كله كامل في شهر رمضان المبارك وقدر للنبي عليه الصلاة والسلام ان ينزل عليه القرآن في ليلة 27 وقدر ان هذه الليلة تبقى ليلة القطر يعني نزول القرآن الكريم هو اللي أعطى الفضل العظيم لهذه الليلة بفضل نزول القرآن الكريم بفضل هذه الليلة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتدرس القرآن هل كل العبادات كلها هاتيك قدام الحديث لا لا أنزل الله لهم الصلاة والناس بتتسأل عن الصلاة الصلاة هي هي والحجاب هو يعني على كده الزكاة تتغير بقى والدينة تتغير يعني إما الفتاة صلاة صلاة في عمره لا يحصل هذا خبر موضوع مجذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أساسا له من الصحة كل هذا كذب من فتته صلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصليها وليقضيها إما إن كانت إما إن كانت تعمدا يعني ترك الصلاة متعمدا فهذا عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن قضاها فلا بأس وإلا فلا يلزمه القضاء التوبة تكفي إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى لأن ترك الصلاة كفر أكبر والكفر يكفي الذي تارك الصلاة يلزمه التوبة ويلزمه القضاء والتوبة تكفي لتركه للصلاة وهو كفر أكبر بس الترك 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 الصلاة أكبر من هو يترك أكبر من هو يترك الصلاة تماما فلابد له من توبة ليعود لربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويخفر له ويتوب عليه هل هناك أجر في قضاء الصلاة فعلى من فاتته فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاتته من الصلاة وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها وله أن يكتفي بذلك عن السنين على السنن الرواتب فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة وقد أشر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثليها يعني أنا فاتتني صلاة الظهر أصلي صلاة الظهر معها فاتتني صلاة عصر اللي عايز يكمل واللي عايز التوبة والمخفرة يا أخواتي فلعيد العتق من النار الناس اللي تركوا الصلاة أصلا ونويت إنها التوب وكانت فاتها كثير زمن العلماء بيقولوا قليلاً أو كثيراً في ترك الصلاة أن يأولاً التوبة التوبة من هذا الزنب وأن يبتدي يقضي الصلاة مع كل صلاة صلاة مع كل صلاة 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 الظهر معها صلاة عصر صلاة دور فائتة صلاة عصر معها صلاة عصر فائتة صلاة مغرب معها صلاة مغرب فائتة اللهم صلي وسل مبارك على نبينا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين مفيش أخوات دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر جمعة مفيش بندعو رب العالمين كما ندعو كما كنا ندعو بس في دعاء طيب جدا نقوله يعني اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا فإن جعته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محوما اللهم اجعل عملنا فيه وصيامنا مرفوعا ودعاءنا ودعاءنا مسموعا واخفر لنا يا رب واجعل قلوبنا لك سيجد فيه خشوع يا رب العالمين انتهى الكلام يا أخواتي في موضوع هذا الحديث اللي بتكلم عن هذه الصلاة هذا الحديث تماماً عن النبي كيف حالكم أنتم يا أخواتي خلاص رمضان بيحيقف البابه ولسه ممكن ياخد ناس تاني معاه طيبين استفاهم رب العالمين يأخذهم في البقي من الرمضان من شر الرمضان ناس طيبة ماتت بجد ماتت ربنا سبحانه وتعالى بيختار وينطقي ويصطفي من عباده الصالحين عم نلقي بقى عم نلقي في الحجاب يا أختي كريمة صبتتي ورتبتي حجابك معاك معاك ومع بنتك لبست الحجاب اللي يرضي رب العالمين أرسلتي كله ما هو طيب في القبر عشان أعمال طيبة تونسك يوم القيامة في القبر القبر محتاج أعمال طيبة تنور القبر تخليه نور متخلص ظلمة فتحها تتقفل عليك خلاص تقفلت عليك منقطع عملي وظبتي على صلاة النوافق 12 رقع في اليوم الليلة زي ما كنا متكلم هل وظبتم عليها يا أخواتي قرأت شرط الكهف في يوم الجمعة فيها العصم من الدجان كرأي شرط الملك يوميا المنجيه من عذاب القبر هل استفدتم وحسيتم أنتم تغيرتم في شهر رمضان هل أحد فينا كان فيه صفة غير مروببة مش طيبة وحاسس أنه حاول أنه يغير منها ويغير من نفسه الوقت لسه لسه فيه باقي ليلة أو ليلتين تقريبا نهاردة ليلة 27 معنا لسه في ليلة 28 باقي تقريبا النهاردة وليلة أو ليلة كمان الوقت لسه موجود أخواتي لحد آخر دقيقة لحد آخر أذان المغرب اللي هيفصلنا عن العيد بإذن الله إن شاء الله وإحنا ندعو وندعو ونقول من ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العيد كلنا النار ويحب العفو ويعفو عنا يعفو عنا ربنا يرزقنا العفو العفو عن كل شيء العفو عن كل شيء من خطينا ومن معصينا نتكلم عن الأسكار الأسكار الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول بعض الأسكار اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك عندنا يبينا محمد في المالة الأعلى إلى يوم الدين الحمد لله الذي تتمي بنعمته الصالحات أول ذكر يا أخواتي تكلمنا عن أسقار الأحداث التي تصبنا الأحداث التي تصبنا عند رؤية أهل أهل البلاء أي إنسان مبتل أي إنسان عنده بلاء فيه دعاء ذكره نقوله وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول احفظوا يا أخواتي هذه الأسقار الأسقار هذه حسنة حصيل لنا يا أخواتي من الشيطان الحمد لله الذي عفاني مما اتلاك به وفضني على كثير مما خلق تفضيله تأكد أني من قلبك على يقينا تأكد أني رب العالمين لا يبليكي بهذا البلاء سواء بلاء في الجسد بلاء في المال فأي شيء التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى نقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل في قضاء الله سبحانه وتعالى لمن جاءه أمر يصره لو جالك أمر يصره تقولي كان إذا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يصره أو أبشر به خرّ ساجداً شاكراً لله سبحانه وتعالى نسجد شكراً لله سبحانه وتعالى عما سمعنا من الأخبار الطيبة لمن جاءه أمر يكره يقول الحمد لله على كل حال عند التعجب نتعجب من أمر ما نقول الله أكبر هذه الأسكار واردة عن النبي يا أخواتي عند الأمر قصار نقول الحمد لله والله أكبر أذكار المجالس إحنا ودائما نقول إذا ما نتكلم عن كفارة المجلس في المجلس وإحنا جلسين نقول ربي اغفر لي واتوب علي إنك أنت التواب الغفور وإحنا جلسين في أي مجلس يا أخواتي لابد من أن نذكر الله سبحانه وتعالى دعاية كفارة المجلس تكلمنا عليه كثيراً هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك احفظوا الأسكار دي يا أخواتي الواحد من الحاسس أني الرمضان خلص ماشي فمش مصدق أني رمضان ماشي ملحقش يقعد معنا الضيفين الكريم يعني لا يعني جلس معنا فترة يعني دوبك فتحنا له الباب وخبط على الباب فتحنا له الباب وخلاص هنقف للباب فيه سؤال بيقول هل تبرج المرأة؟ هل تبرج المرأة من الكبائر؟ هل تبرج المرأة يا أخواتي من الكبائر؟ التبرج هو إظهار المرأة محاسنها ومفاتنها أمام الرجال الأجانب يا أختي لا إن لبست الحجاب بميورد الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان أنت بيتروح تصلي الترويح أو بتصلي التهجد اوعي تلعي بعد رمضان يبقى أنتك ما عملتش أي حاجة يبقى رمضان مغيركيش لما تعرف أني ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك صيامك ودعائك وكل أعمالك الصلاحة في رمضان أنك تثبت على الطاعة تثبت على الطاعة وتقولي أنت تغيرتي فعلا كنت على حال وبيت على حال أفضل ده علامة من علامات قبول قبول أعمالنا الصلاحة في رمضان التبرج يا أخواتي من أعظم الكبير التبرج عند المرأة المسلمة بالذات التبرج هو إظهار المرأة محاسنها ومفاتنها أمام الرجال الأجانب ككسف الشعر أو وضعها المصحيق والزينة أو لبس ما لا يضطرها أو يشف عن بدنها وهو خلاف ما أمر الله به المؤمنة من الحجاب وترك الزينة أمام الرجال الأجانب أياك والتبرج يا أختها حتى لو أنتي لبسة اللبس العادي ما تحطيش ولا مكيش وانتي طلعها ولا عطر وانتي طلعها كل الحاجات دي من الكبائر الكبائر حرفيا يا أختي نحن تكلمنا عن الكبائر الكبائر حرفيا الكبائر دي لا تخفر إلا بأمور كثيرة عشان تخفر الصغائر ممكن الوضوء الوضوء بالنية اللي ربنا يخفر هنا جنوبنا إيه الصغائر ممكن بالوضوء بالتوبة إنما الكبائر لها شرط ثانية عشان ربنا سبحانه وتعالى يخفرها تكلمنا قبل كده في درسة عن الكبائر ونزا ربنا سبحانه وتعالى بيخفر لنا الكبائر قال تعالى والقواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذينا وأن يستعففن خيرا لهن والله سميع من عليهم صورة النور آية ستين قال القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى غير متبرجات بذينا أي غير مظهرات ولا متعرضات لذينا لينظر إلى هن فإن يزالك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق يعني متبرجة من غير الزينا يعني ليس لابس حجاب وفي نفس الوقت مش حط زينا فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق والتبرج التكشف والظهور للعيون ومنها بروج ومنها ومنه بروج مشيدة وبروج السماء والأصوار أي لاحائل دونها يسترها شوفوا الإمام القرطبي وصف التبرج إزاي بروج مشيدة وبروج السماء والأصوار أي لاحائل دونها أن يسترها البروج المشيدة أحد مستورة ولا واضحة برج عالي برج عالي مش مكشوف السماء مكشوفة ولا عليها غمة واضحة الأصوار السور العالي مش واضح ما فيش أي حائل بيننا ولا بين البرج ولا بيننا وبين السماء ولا بيننا وبيننا الصور هكذا هو التبرج التكشف ما فيش دونها دون التبرج سائر ساتر ساتر من تفسير القرطبي صفحة 309.12 وقال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب آية 33 قال القرطبي وحقيقته أي تبرج إظهار ما سطره ما سطره الله سبحانه وتعالى وأن المقصود من الآية مخلفت من قبلهن من الماشية على مخلفت من قبلهن من الأقوام السابقين وإخفاء المحاسن للرجال إلى ذلك مما لا يجوز شرعا وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فإلزمنا البيوت فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبزل وتسطر تام انتهى من تفسير القرطبي وقال تكفينا اركنوا هذه الأخوة القلاتة العلماء تكفينا يكفينا قول القرآن الكريم هو القول الفصل وقال تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أذن أن يعرفنا فلا يؤزين وكان الله غفورا رحيمة صورة الأحزاب آية 59 ألا يكفيك يا أختاه هذه الآية الكريمة اركنوا قول القرآن على جم خلينا في القرآن الكريم وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن آية سورة النور آية 31 ألا يكفيك يا أختي هذا القرآن آيات من القرآن الكريم هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا فيه كلام من العلماء ولا فيه اجتهاد من العلماء ده كلام ربك بيأمرك إنك ممكن الزينة بتاعتك أمام زوجك وأبو زوجك وأبوك وأمام أبو زوجك وأبناء وأبنائهن أو أبو أبوهن أو أخوانهن أو بني أخواتهن يعني ابن أختك وابن أخوك والنساء الناس الناس اللي أنت هم محارم ليك ورواهه الإمام أحمد في صفحة 6250 عن عمر ابن شعيد عن أباية عن جدو قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تبيعه على الإسلام فقال أبيعك على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تصرقي ولا تزني ولا تقتلي ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى صححوا مين صححوا أحمد شاكر ومحققوا المستدر كل جميع المحققين المشايخ الأحاديث وإدخال هذا في البيعة كان بيقول النساء أثناء البيعة هذا الكلام وقرنوا كمان بالشرك وقرنوا كمان بالشرك يعني لا تصرق ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى ولا تزني ولا تقتلي دليل عظمته وخطره وإنه من الكبائر كما سيأتي يعني واحدة جاءت تبيع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام الأمر بإيه لا تشرك بالله سبحانه وتعالى ولا تصرق ولا تزني ولا تقتل ولا تأتي ببهتان الكذب والأخلاق الزميمة وتحافظ ما بين وتحافظ على نفسها ولا تنوح في المصائب ولا تصيح في المصائب ولا تتبرج الجاهلية الأولى جاء في الوعيد على التبرج قبله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عريات ملئات ملئات رؤوسين كأسنام البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها فإن وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم في صفحة 2128 هذا التبرج يا أخوتي خيروا نسائكم الودود الولود المؤتية المؤسية إذا اتقينا الله يعني إخر نسائكم الودود التي تتودد تتودد إلى زوجها وإلى النساء وإلى 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 الناس وكثيرة كثيرة تحمل يعني كثيرة الولود تحمل المؤتية تأتي الناس وتوسيهم وكمان تتقل الله سبحانه وتعالى شر النسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم عفونا الله وإياكم لا شر النساء والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1849 الغراب الأصمع غراب أحمر المنقار والرجلين وهو كناية عن قلة ما يدخل الجنة من النساء معنى الغراب الأصمع غراب لونه أحمر منقار لونه أحمر ورجله لونه أحمر وهو كناية عن قلة من يدخل وفي غراب لونه منقاره أحمر ورجله لونها أحمر ده كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الوصف في الغربان قليل قليل جدا لما تلاقي نوع الأنمع هذي الغربان كناية عن الناس النساء المتبرجات اللي لا يدخلن الجنة عمرك شفت غراب له منقار أحمر ورجله لونه أحمر وعن أبي موسى رضي الله عنه عن نبي عليه الصلاة والسلام إذا استعترت المرأة فمرت على القوم لجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا يعني زانية رواها أبو داود في صفحة أربعة تلاف مئة تلاتة وسبعين والتلميزي الفين سبعمية ستة وتمانين وصخح الألباني في صحيح التلميزي حديث صحيح يا أخواتي المرأة التي تخرج من بيتها وتتعطر فهي زانية ذا قول فصل والأئمة الأحديث صححوا الإمام أبو داود والتلميزي والصحح والألباني في صحيح التلميزي الكبيرة الكبيرة ما تترط يعني إيه بقى الكبيرة التي تترطب عليها حد الكبيرة التي تترطب عليها حد من حدود الله سبحانه وتعالي أو توعد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب دا معنى الكبيرة يا أختي مش فيه كبيرة أو صغيرة الكبيرة 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 مفرد كبائر الكبائر 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 يعني ما يترتب عليه حد من حدود الإسلام أو توعد توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب زي النمس اللي تلعب في الحواجب النمس واللبس البروكة والحاجات دي كلها من الكباري اخواتي اللي ان يقع لها لحد كلها قولها تغير تغير في خلق الله سبحانه وتعالى بنتكلف هذا الموضوع ليه عشان النساء اللي فكره نفسها بعد شهر رمضان هيجي العيد بإزد الله سبحانه ان شاء الله هيجي العيد علينا وإحنا في أحسن حال والأمة الإسلامية كلها في أحسن حال تفتكر ان هي هتغير من لبسها وها تلبس الزينة وها تلبس لا يا أختها انا بحظلك وبقولك هذا الحديث والسؤال جاء أمامي عن التبرج اياك والتبرج يا أختي مش هينفعك يعني مهما عملت من أعمال طيبة وصمت وصليت وقمت الليل وصمت النهار وقمت الليل وأطعمت الطعام وأخرجت الصداقات هتيجي بعد رمضان تضيع ده كله وتأكد يا أختها أن رمضان ممكن رمضان اللي جاي الله أعلم زي مؤننا ممكن هيفصل بنا وبنه الطراب ممكن ما يجيش رمضان عنينا التاني ورمضان إلى رمضان مقفرات مما بينهما من الزنوب إلا ما استنبت فيه الكبائر وإن الكبيرة يا أخواتي الكبيرة اللي بيقم عليها الحد وتوجب عليها الدخول إلى النار وتوجب عليها اللعنة تكون اللعنة مطرودة من رحمة رب العالمين وغضب رب العالمين عليها ده معنة الكبيرة يا أختي اللي يقم اللي يترطب عليها هو حد من حدود الله سبحانه وتعالى قال للذهبية رحمه الله فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة المرأة تلعن علي إيه؟ إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وإيه لبس النقاب يعني تبقى لبس النقاب مقطيع نفسها تصر زينتها من ناحية إيه؟ تلبس ذهب لؤلؤ من تحت النقاب وكمان تتطيب بالمسك بالعطر والعنبر ونحو ذلك واللبسة للمسوغات للذهب والمداس العالي الكعب العالي ده التبرج حتى تبرج المنتقبة للبس النقاب إيه لم أشبه ذلك من الفضائح ده انتهى من كتاب الكبيرة وتحقيق ده مشهور حسن في صفح 256 وقال ابن حجر المكي الكبيرة الثامنة بعد المئة يعني 108 لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وميلها وإمالتها أخرجه مسلم وغيري صنفان من أهل النار لم أرهما قوموا معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عريات ملئات مملئات رؤوسهن كأسنام البخت المئلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد في من مسيرة كذا وكذا ويا كاسيات يا أخواتي وكاسيات أي كاسيات من نعم الله يعني مكسية من نعمة ربنا لبس اللبس من نعمة ربنا وعريات من أن تشكر ربها على هذه النعمة وإن المراد كاسيات صورة عريات معنى بأن تلبس ثوبا رقيقا يعني هي كاسية من نعمة رب العالمين وعريات من شكر رب العالمين لا تشكر ربها على هذه النعمة وإن المرأة كاسية وإن المراد كاسيات صورة كاسورة عريات معنى بأن تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ومالئات أي عن طاعة الله سبحانه وتعالى مالئة عن طاعة الله وما يلزمهن بفعل بفعل بفعلية وحفزة وممالئات أي لغيرهن إلى فعلهن المزموم بتعلمهن إياه أو مالئات يمشين متبقد تمشي يعني بالعربي يا أخوات تمشي في الشارع رقيقة السياب الناس شايفة لون بشرتها في أدقم هذا الوصف تمشي تميل هكذا وهكذا وهكذا ولون بشرتها مائل وما تحت اللباس مائل هذه الكاسية المالئة المالئات المملئات من النساء أخواتي ده شر النساء يعني إيه رؤوسهن كأسنام البخت أيه كبرناها ويعظمناها بلفة بلفة معينة نحو عمام أو عصاب يعني تعمل زي كده حاجة تلمش عراه كله ويبقى واضح قوي من الحجاب ويلبس الحجاب آخر حديث معنا والابن حبان أنا وسهلا أنا وسهلا بأختيهم الخير أنا وسهلا والابن حبان في الصحيح واللفز لهو الحاكم وقال صحيح على شرط مصدف يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروس كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساءهن كاسيات عريات على رؤوسهن كأستام البخت العجاف العنهن فانهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمتكم نساء الأمم قبلكم تنبيه ذكرى زي كبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم نرى من صرح بذلك إلا إنه معلوم بالأولى ممن مر في تشبه نساء بالرجال قال الزهبي ومن الأفعال التي تلعن المرأة توزب لعنتها هي إظهار زيناتها في سؤال جا امرأة تصلي وتحافظ على الصلاة دائما وتصوم إلا إنها تتبرج فالهي من الذين يعملون الكبائر أم تعتبر عصية أم ماذا ده سؤال جا لللجنة الدائمة في صفحة 17 فصلة 216 الجواب بها يا أخواتي امرأة تصلي وتصوم هل هي متبرجة المرأة التي تحافظ على الصلاة المرأة التي تحافظ على الطاعة من الصلاة والصيام وغير ذلك تسابع على ذلك ولكنها تأخذ بارتكابها المعصية من التبرج والتعري ويبدأ ما فاتنها للرجال بل ذلك من الكبائر وهذا من الكبائر فإذا ماتت ولم تتوب ولم تتوب فأمره إلى الله إن شاء عزبها وإن شاء عفى عنها رأي مين رأي الشيخ عبد الله ابن غيدان وعبد الرازق عفيفي وعبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وانتهى ولم نقف على من قال إن التبرج من الصغائر الله أعلم الأخت اللي بتصلي وتصوم وهي متبرجة يعني بشعرها أمرها عند رب العالمين إن شاء عزبها وإن شاء عفعنا والله أعلم يا أخواتي انتهى درسون اليوم يا أخوات ربنا يا سبحانه وتعالى قدر لنا العمر واللقاء تاني أذكركم يا أخواتي بتقوى الله وحسن الخلق والحفاظ على الصلوات الخمس أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلحت صلح باقي العمل وإذا فسدت فسد باقي العمل تأكدوا يا أخواتي من هذا الكلام كويس أوي تأكدوا إن الصلاة حطي قلتلك صلاتك كلها في كفة ودنيتك كلها في كفة تانية شوف أي كفة هترجح الصلاة أهم حاجة الصلاة هي حياة كلها ربنا هيسألك على صلاتك لو صلحت كل اللي باقي خلاص كل اللي باقي هيصلح لو فسدت كل اللي باقي يعني أنت بتجري في دايرة وفي الدنيا عمالة بتجري تجري هكذا بتجري مع أولادك هكذا بتجري في أمور الدنيا بس لم تحسني صلاتك نسيت صلاتك لم تحسنيها أو بتوتيها هذا زنب كبير يا أختي وده أمر يتعلق بالآخرة ودخولك للنار أو دخولك للجنة الصلاة ويتك تأخذ آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام أوسك يا أختها بالصلاة على وقتها هي لها تنجيك من عذب القبر القبر المخيف يا أخواتي لا تستهينوا بالكلام ده القبر المخيف الجنازة مخيفة الجنازة تعرف الجنازة هي بتجري ولا هي الجنازة وهي بطيئة جنازة بتجري كده عايزة عارفة ربنا شايل لها إيه فبتجري بلاش تستهينوا بالأمور دي بعد شهر رمضان أستطيع أن أتكلم على التبرج لأن التبرج من الكبائر وأن الكبائر الكبيرة التي تقام عليها لحد وتوجب عذاب النار وتوجب غضب رب العالمين واللعنة اللعنة يعني تردم رحمة رب العالمين إياك وزيفة للأشياء العمر قصير والوقت قصير بلاش اللي أنت عملتيه كله كله في رمضان تضيعي عملتي صمتي وصليتي وأطعمتي ودعيتي وقرأت القرآن عملتي كل التعاط بلاش بعد العيد إن شاء الله إن أنت بوزد كله والله ما في حاجة تستاهل والله ما في حاجة تستاهل والله ما في حاجة تستاهل خليك احفظ دينك واخفظ نفسك وخليك محافظة على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك وعلى بيتك وعلى زوجك مفيش حاجة تستاهل في الدنيا والله بس بصي كده شوفي جنازة مشية شوفي كل يوم فيه ناس بتموت ربنا بيختارها كل يوم ولله سبحانه وتعالى عطقاء من ربنا بيعطقهم دا اللي النهاردة والله أعلم النهاردة ليلة وطرية وتصادف بقدر الله سبحانه وتعالى نا يوم ليلة الجمعة نشتهد في العبادة ما تضيعيش كل اللي انت عملتيه يا أختي المسلمة يعني بكلمك النهاردة وبقولك يعني عشان أنا توفى لي حد عزيزة على قلبي في ليلة وطرية أول أمس توفى لي توفى لي أبي في ليلة وطرية فعايز أقولك إني كانت الجنازة بتجري تجري تجري وكان الأمر الجنازة أمر الجازة يا دوبك شفناها جرت على طول على القبر والقبر كان هادئ وطيب ورقحته طيبة وزكية وكانت الروحنات عالية جدا وكانت لله وطرية ليه عملوا إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يستفيهم في هذه الليلة وفي العشر أواخر من رمضان وفي شهر الرمضان اشتغلوا اشتغلوا مع ربنا سبحانه وتعالى نقوا النفوس يعني خلوا نفسيتنا طيبة وزكية عشان كده ربنا بيختار الطيبين خدوا بالكم خدوا بالكم أن الطيبين بيموتوا كتير قوي لأيام دي هيبقى ليس طيب يعني عكس الكلمة ربنا يبينطق الطيبين الصلحين اللي نفسيتم طيبة وزكية خدوا بالكم بيخلصوا من الدنيا ودي برضو علامة يعني علامة أن يوم القيامة الساعة هتقوم على شرار الناس كل المؤمنين هيموتوا ولو بقى منهم أحد ربنا سبحانه وتعالى هينفق في ريح طيبة تقبط روحهم يعني المؤمنين الطيبين بيخلصوا من الدنيا بيخلصوا في شهر الرمضان ربنا بيختارهم في المواسم الطيبة ليكافئهم 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 بها فأحفظي كل ما عملتي يا أختا إياكي والتبرج أنت وبناتك شوف بنتك لابسة إيه وشوف ابنك بيعمل إيه رقب حالك ورقب بيتك قد بالك بنفسك ما تضيعيش اللي أنت عملتي يا أختي في رمضان منك رمضان اللي جاي هيحول بنا وبينه الطراب والله أعلم نسكروا المسيح الدجال لا اسكروا المسيح الدجال في كل نسكروا المسيح الدجال في كل درسنا زي ما احنا متعودين في كل صلاة قبل يتشاهدوا بعد التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار وأعوذ بك من فتنة المحية وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وعتيس بيتك في الجنة بيبنى بـ 12 رقع في اليوم الليلة القبر السينما كل ما زاك كل مؤتول ما أنت عايشة ابعتي ابعتي طيبات ابعتي صدقات ابعتي سلة أرحام ابعتي بالوالدين ابعتي تربية أولاد صريحة كل ما هو عمل طيب ابعتي للقبر حيوانسك يا أختي ونصيحة خلي القرآن أنيسك بعد ما تسبوش لرمضان لرمضان قراري في قرارة نفسك كده خلي القرآن شفتي السلف الصالح كانوا بيختم القرآن في أنت متخيلة الإمام البخاري كان بيختم القرآن في نهار رمضان كل يوم ختمة يقرأ القرآن 30 جزء بيقرأوا في نهار رمضان النازل كانت تتعاملة ازاي كان بتحب ربنا تحب ربنا وعرف قيمة القرآن في رمضان والقرآن نزل جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام في العشر أواخر وقدر لرب يعني قدر النبي عليه الصلاة والسلام إنها في شهر رمضان وإنها في ليلة 27 ويقدر الله سبحانه وتعالى أنها تكون ليلة القدر ففضل ليلة القدر اللي خلاها لها فضل عظيم أوي غير إنها تكفر الزنوب 84 سنة والله أعلم نزل القرآن جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام أختم كلامي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا العدق من النار كل من يسمعني اللهم رزقنا العدق من النار أنا وأولادي وأولادي وبناتي وأحبابي وأهلي وكل من يسمعني وكل من يسمعني والمسلمين أشبعين يا رب العالمين وإرحم الأرحمين اللهم رزقنا العدق من النار يا رب اللهم رزقنا العدق من النار يا رب اللهم رزقنا العدق من النار يا رب اللهم ردنا اللهم ردنا وردنا المسلمين يا رب إلى دينك رد جميلة ادعو يا أختي برجاحة العقل لأن ربنا رزقك العقل الراجح والقلب الطيب والنفس المطمئنة واللسان الزاكر الشاكر الحامد لرب العالمين ادعو ربك بهذه الأدعية عشان يحسن يحسن من قلبك ويحسن من عبادتك ادعي ربك ادعيه ادعيه وشوف الدعوات ان شو الله هتستجاب وهيخليك على يقين ان ربنا هيستجاب هذي الدعوات منك يا اغتال يا رب كل من يسمعني والله كل من يسمعني ان يرزقنا العيدك من النور يا رب وان يعفو عنا وان يعفو عنا احنا والمسلمين اجمعين واموتنا واموت المسلمين اجمعين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في حفظ الله أخواتي إن شاء الله لنا لقاء من قدر الله أشاء في رمضان أو بعد رمضان أو بعد عيد الله أعلم بس دعوتكم لي يدعو لي أخواتي يدعو لي أني أنا عندي حالة وفاء الحمد لله رب العالمين يدعو لي ويدعو لأبويا بالرحمة والمغفرة وجزاكم على كل خير أستبدعكم الله الذي لا تدعو دعو في حفظ الله يا أخواتي